أهلاً وسهلاً بكم يا أصدقائي في إطار سعدادات الامتحانات أو فروض المرحلة الثالثة لمستوى الخامس ابتدائي سنرى نموذج امتحال أول للدورة الثانية المستوى الخامس ابتدائي مادة اللغة العربية الشكل والفهم سنرى امتحال أول للدورة الثانية المستوى الخامس ابتدائي اللغة العربية مستوى الشكل والفهم مثل حال أول للدورة الثانية المستوى الخامس ابتدائي ما تكون عندنا نص نبدأ أولا بقراءة نص قراءة جيدة نذهب التسامح التسامح يساعد على تنقية وتطهير الروح والقلب ويجعلنا دائما على صلة بكل شيء في هذه الحياة وجود التسامح كصفة في الأشخاص في المجتمع يجعلنا نشعر بالأمان والاستقرار والتسامح هو أن ننسى الماضي الحزين بكل آلامه وجراحه هو القرار السليم الذي يقودنا إلى معالجة القلب والروح وهو الاختيار الأفضل لكي لا نجد قيمة للكره أو الغضب حيث يجعلنا نتخلى عن إذاء الآخرين مهما كان شيء الذي حذث بيننا وبينهم في الماضي فالتسامح هو الرغبة في أن نفتح عيننا على مزايا الآخرين ونتغاضى عن عيوبهم ونساعدهم على إصلاحها والتخلى عنها كل إنسان الخطاء وخير الخطائين التوابون فالتسامح صفة جميلة تجعل الحياة أجمل فكل إنسان يعيش حياة خالية من المشكلات وإنسان سعيد حيث أنها صفة مهمة من صفات الإنسان الصالح فإن تتغاضى عن الأمور السيئة التي يسببها لك الناس وأن تؤكل وأن توكل أمرك إلى ربك فأنت تبني لنفسك حياة ملؤها الهدوء والاستقرار والتسامح هو الذي يزيل آثار المياضي المؤلم كما شفنا قرنا النص أعرفنا النص أنه يتحدث عن التسامح ودوره في حياة الإنسان وفضائله وميزاته إذن طلبوا منا أن أشكل ما تحته سطر في النص نبدأ هذا هنا يعني تحته سطر وهذا الشليكين في النص ما تحته سطر نبدأ كل إنسان خطاء كل إنسان خطاء وخير القطائين التوابون فالتسامح صفة جميلة تجعل الحياة أجمل فكل إنسان يعيش حياة خالية من المشكلات المشكلات هو إنسان سعيد نذهب إلى والتسامح هو الذي يزيل آثار الماضي المؤلمي سلينا التشكيل ديال هذوك اللي بستطرع اليوم تحته ومخط نذهب إلى السؤال الثاني أضع عنوانا مناسبا للنص كي ممكنك بزاف اقتراحات من الفكرة الأساسية أن النص كي يضن على التسامح يعني ممكن نقول مميزات التسامح فضائل التسامح ممكن نكتب غير التسامح فهمتي كعنوان يعني كي نبزاف الاقتراحات نكتب التسامح التسامح تالتا استخرج من النص بعد فضائل التسامح هنا ممكن هنا نكتب مميزات التسامح فضائل التسامح كي نبزاف هنا قل نخرج وغير بعد فضائل التسامح شنو ما هو يعني بعد فضائل التسامح أن التسامح صفة جميلة هنا هي هاي كي نخلص تجعل التسامح يجعل ماذا؟ يجعل الحياة أجمل الحياة أجمل نعم يزيل يعيش حيتخالها من المشكلات هو إنسان سعيد يعني التسامح صفة جميلة تجعل حياة أجمل يجعل enfrentتا استخدام يجعل إنسان أجمل ويجعل إنسان يعيش ويجعل الإنسان يعيث كيف يعيش يعيش حياة خالية من المشكلات خالية من المشكلات من المشكلات كذلك فهو صفة جميلة يجعل الإنسان يعني المتسامح يزيل أطار الماضي المؤلم يعني بالتسامح يعني التسامح يجعل الحياة أجمل ويجعل الإنسان يعيش حياة خالية من المشكلات ويجعله يزيل والتسامح هو الذي يزيل من فضائلي كذلك أنه بالإضافة إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك يزيل هو الذي يعني التسامح وإلى ذلك يزيل الماضي المؤلم أطار الماضي المؤلم وكذلك يجعلنا أننا نتغاضى عن عيوب الآخرين ويكون نساعدهم عن إصلاحها والتخلي عنها يعني كان بزف الفضائل نقلنا تذكره غير بعدها يعني بالنسبة للتسامح يجعل الحياة أجمل يجعل الإنسان يعيش حياة خالية من المشكلات بالإضافة إلى ذلك يزيل أطار الماضي المؤلم نذهب إلى السؤال الثالث استخرج من النص مرادف شنو مرادف هو يعني المرادف دياله هي المعنى دياله ضد هو العكس ديال الكلمة هنا طالب من النص تحجم النص مرادف كلمة مصرور ونحسه بالنسبة يعيش حياة سعيدة مصرور مرادف دياله في النص سعيد ونحسه نشعره يعني نشعره نحسه مرادف ديالها نشعره هنا بنسبة السؤال الرابع يعني مرادف الكلمة يعني نخرجها من خلال النص يعني مش المصرور نفتش عليها في النص ألقاه هي سعيد يعني إنسان سعيد هيا كينا إنسان سعيد يعني كنخرجها من النص نذهب إلى السؤال الخامس استخرج من النص ضد هنا يا الطالح شنو هو العكس دياله الجيدة شنو هو العكس دياله بالنسبة الطالح العكس دياله في النص هو الصالح يعني الإنسان الصالح وبالنسبة الجيدة يعني هو ركينا في النص هي السيئة يعني بالنسبة هنا ضد الطالح الصالح الجيدة هي السيئة نعم نذهب إلى السؤال الخامس أو السادس املأ خطاطة شبكة الكلمة بالنسبة له شبكة كلمية تكون عندي شكل كنحدد عندي واحد الكلمة كنحدد نوع ديالها وشفعل ولا اسم ولا الاخرية كنحدد المراذف دياله يعني المعنى دياله وكنحدد ضد دياله اللي هو العكس دياله ومن بعد كنركب هالجملة يعني هالكلمة كنركبها في جملة نبدأ بنسبة نتخلى نتخلى بين نوع دياله وفعل نكتب هنا فعل مرادفها تخلى وخلى الحاجة يعني اتركها او ابتعد عنها مرادفها نترك ضدها العكس تخلى هو تمسك تشبت ارتبط ارتباطا وثيقا اذا ضدها نتمسك نترك وضدها نتمسك فنتمسك بشي حاجة نركبها في جملة يجب علينا ان لا نتخلى عن قيمنا يجب علينا ان لا نتخلى عن قيمنا يجب في جملة يجب علينا ان لا نتخلى عن قيمنا يعني ان نتمسك بقيمنا عن قيمنا يجب علينا أن نتخلى أن لا نتخلى عن قيمنا يجب علينا أن نتخلى عن صفاتنا الدميمة يعني العكس ديالة إذن لكم الاختيار ركبوا جملة فيها نتخلى هناك تبت يجب علينا أن لا نتخلى عن قيمنا بعد أن كن سلينا تسعيد الامتحان دياللغة العربية حط سعيد للجميع في الامتحانات